السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة هذا واحد الحاج لباس لي عنده جوج فرمات واحدة الخضراء و واحدة الفواكه هذا الحاج كان معروف في هذه المنطاقة ليهوا فيها لانه لباس ليهوا من الاعيان وكل شي يعرفوا جادار مياه ناس مسؤولين كل شي يعرفوا تماما يحترموا وقدروا هذا الحاج واحد نهار سيقرر انه يتقاعد وريح الدار لا يتقاعد على المسؤولين الفرمات والخدمات والخدامة والبيع والشراع وفلاحة لا يتقاعد على هذا الشيء كامل لانه راجل كبير في العمر وقرر انه يريح في الدار وكلف هذا الشيء كامل بالفلاحة والتجارة والخدمة وكلفه لولده اناس والد الوحيد هو الذي عنده لا يوجد شيء اخر هذا اناس كان انسان مزوج وساكن بوحده ومستقع على ابوه هذا اناس كان انسان مسؤول ومنضابط وكعرفي الخدمة لا يتقاعد على مابليا لا مصير لا ماتشي حاجة المهمة اناس اخذ زيما من الامور وتكللها بذلك الفرمات بجوج بهم ولا كقابل الخدامة قابل بيع الشراء الفلاحة زراعة ذلك الفواكه في ذلك الفرمة اي حاجة يديرها الراسه و اي حاجة يديرها ضروري خاصة تشاول مع ابوه الحاج اللي يمده بالنصائح والإرشادات لانه مرضي ابوه و اي حاجة يقول لي لا يخرجش على الطوع ايه هاديك هذا اناس واحد نار واخده من الفرمة ولي الخضراء سيأتي احد سيد اسمه سوفيان سيطلبك اناس على الخدمة سيقول لي رجزك بخير سأتسمع عليك وعود لي لك الناس بانك انسان مزيان ورعب مرضى سأريد ان نخدم نخدم كتافي وبادراعي هنا في الفرمة سأريد ان يبقى عليه مادية ومعينة وبين نخدم هذا اناس بقى في الحال وبقى في هذا السيد سوفيان وقرر ان يدخله الخدم خدمة سوفيان في الاول كعامل بسيط هي هزة يحط خدم بحاله بحل أي خدام بسيط اناس يلاحظ ان سوفيان انسان مواظب ومسؤول ويشتهد ويخدم جيدة سوفيان كانت عنده فكرة ودراية بأمور الفلاحة يعرف نوال اسمدة ووقت الغرس يعرف ام تنزلوا هذا يعرف شجرة الى كانت وقع لها مرض كيف يداويها عنده معلومات كافة على مواضيع الفلاحة هنا اناس جاءت سوفيان وصوله وقال له ماذا تفيد لك خدام هنا في شفيرما؟ قال له لا قال له هنا عندك معلومات على الفلاحة كاملة وعندك سبب الله معرفة بهذا قال له ايه تشعر قريلي قال له عندي واحد ديبلوم قال له ولكن لات اخذي الكارتونة يعني لات اخذيك ديبلوم قريب ولمكمل قراءة دياله قال له وقع لها شيء دوروو مادية اجتماعية قال لوالدة تزوج على الوالدة وجرع لي انا الوالدة من الدار وهذا ما يجعلني نحبس من القراية ونجد نقلب للخدمة وراء الخدمة اللي كان صراح باعة المميئنا وراء كارين في واحد المطاقة الفلانية قال لي مزيان هنا اناس هذا هزت سوفيان وداه الوحيد في رمض الفواكه قال لي عافاك لما شوف لي واحد شجر ذي الوحيد الفواكه رأى ضربه للمرض هذا سوفيان قدر انه يداوي ويعالج هذه الشجارة من هذا المرض هنا اناس عجبوا الحال وقرر انه يديروا ادراعوا اليمن ويعووا عليه في اي حاجة ونقلوا من المستوى عامل بسيطة في الفيرمة الى مستوى بحل تقنيه هو مشكل تقنيه ولكن كي معرس لدور تقنيه زاده في الصالر اعطاه واحد بيكوب ولا كتنقل عليها ولا الكلمة اللي اولا ولا عنده واحد دور مهم في ذلك الفيرمات ولا كي يقول لي يجيب لي الاسمدة فلان فلانية يجيب لي الدواية فلان فلانية يجيب لي هادي ولا هادك اناس ولا يتسخر على هذا سوفيان يدير المشروعه ويدير اي حاجة لانه عارفه على بال ويخدم ويجتهد وعنده واحد دورية كبيرة بزر هذا اناس يرشح ويجيب لي هاده صوفيان عند ببوه الحاجة قال لي الحاجة لاني لقيت واحد الولد ما شاء الله راك يخدم زيان ويجتهد ويجتهد ويبارك الله دماغه كبير ويعرف فلاحه ويعرف المسائل كاملة هنه هاديك الحاجة قال لي تهلع فيه تهلع في هاده دوريه مزيان وتخلصه مزيان وديروا دراعك ليمن هاده راكي تعويه ويهز فعلا نيت الفيرما مليجة هاده ويخدم فيها طورات وانتاج كتر والارباح تزادت هي هاديك اليوم غدا اليوم غدا واحد من نهار جدار مياه كانوا ديزين من احدى واحد طريق الطريق التابعة لذلك البيضاج نيت ديزين ويتباليهم طموبي لذلك اناس مقلوبة في جنب الطريق وما يحبطوا يقلبوا الطموبي كالقاوة مقلوبة وامارات بحلة حابسة شفران وليس حاجة وتقلبت هناك يقلبوا على السائق اللي هو نورمان الموادك اناس ما تلقاهوش طموبي لذلك الاناس معروفة كما قولنا احنا ذاكي الجدار مياه يعرفوا الحاج ويعرفوا والده يعرفوا الناس اللي لباس الامتماعية تعصلوا بالحاجة قالوا الي اودي احنا نلقينا ولدك اناس طموبي لذلك مقلوبة في الطريق الفلان فلانية يكلميك موقع ليش حاجة قالوا لي الجدار مياه موقع لي والو ولكن هو راكينش اناس راه مكينش هناي الحاجة قال ليهم الطريق الفلان فلانية فين كاينة بالضبط اعطاه العنوان هز واحد بيكوب ديالو ومشى اول حاجة مشى عدد داره وداره حلات لي مراته قال له اناس فينا هو قال لي الله ما عرفتوش فينا هو قال له راه داركسيدا حيط ريها الجدار مياه وقلو يرى داركسيدا والطموبيل تورها مقلوبة هز معه في طموبيل ومشى وعلي المكان على الجدار مياه جدار مياه ثم ابقوا كيقلبوا وكيقلبوا على هذا الناس فينا هو طموبيل مقلوبة هاي هي طموبيلته يعني ديركسيدا ولكن هو فينا هو نورمال مو خاص نلقوه هنا يا طايحة ولا مش ببضل الواقع عليش حاجة داروا بزاد التساؤلات اش نوقع لي واش هو عاية عن الامبولانس الامبولانس جات هزات ودستو الصبيطار مشى وصوله في الصبيطار راس كامل تتعاد داك المنطقة وديول المدينة اللي تابع لها داك الفلاج لم يكن هذا الناس قاعد بصفة نهائية ابقوا كيقلبوا جهة دار مياه في المنطقة فينا تلقاتك طموبيل ماشطل مكان كامل الناس لم يكن هناك لغد لي ومع الصباح بكري جات واحد المرق مشات الابريقاد اللي رجاء دار مياه جات لي مدير البارح جاعد ادي واحد الولد وكامل دمائيات وكامل مضروف وفي وجهه وفي كرشه كامل يعني مكرفس وقال لي يا الله يجلسك بخير إلا ما دخلني وداويني تعرض لواحد كسيدة ضربتني وحطه موبيل هنا قاتل لما دخلته ولكن هذا بجيزعتكم باش نعلمكم باش نخليه راثيم من اي مسئولية او لأي شي حاجة هنا يجا دار مياه قالوا هذا اكيد هو الناس اللي كان قلبوا لي عيطوا الحاجة وقالوا يشوف رأوا ولدك واقل رقينها رجاءت واحد المراهة كسبلغ لواحد السيد جا عندها وكامل مضروف وكامل دمائيات تعرض لواحد كسيدة وقالوا لهم هذا الدار في انكينة اعطاه العنوان وهو ما سابقوه لها الحاجة ما زال ماجه في الطريق المهم هذو ذاك المرأة ومشاوه معها الدار دياله يدخلهم وكامل سيدة مضروف كامل دمائيات كامل عامر كامل اطراس تأشي حادثة ولكن ما كان اناس وانما كان سوفيان اللي كان خدام معه في الفيرمة جادرمية قالوا لي وش نتالي خدام عند اناس في الفيرمة قالوا لي قالوا لي المالك قالوا لي هذو سوفيان قالوا لي انا ضربتني طموبيل قالوا لي جادرمية كيف هش ضربتك طموبيل اناس في الفيرمة قالوا لي قالوا لي جادرمية ورح نلقينا الطموبيل الانس رح نقل هو في جم طريق وهو ما كانش قالوا لي سوفيان انا ما شفتوش المهم انا ضربتني طموبيل في جم طريق كيف هش ضربتك طموبيل في جم طريق انا كنت غاديم علي ما بيه في طريق ضربتني طموبيل ويبقى علي الواقع بها المواقع ويبقى علينا قلوا لي جادرمية لكن شطموبيل فاد خلها دق على خلاله في تالي الليل ايكون شطموبيل وهذا ما يبقى عليها مهم ان اضربتني طموبيل مهم ان اناس رأني ماشتوهم اوالو هنا يبصل الى حاج لقى هذو سوفيان مجبت الماياق قال لي فين اوه ولي فين اوه اكتكتي معهم قال لي لا تاوه قال لي نفس هضربتني طموبيل قال لي انا مكتبع لي والوالو انا كتب وحدي ضربتني طموبيل والذكران يمشتو موالو المهم جادرمية هذو زود سوفيان والدوه السبيطار هذو زود سوفيان والدوه السبيطار المهم جادرمية بقى اوضري اللي حراسة لاسيقة على هذو سوفيان باش يعرفوا اشنه كين ويعرفوا منه فين اختافة انس لان هذه الحضرة اللي قال لي بنت اليوم قد دخلش عقل هي هذيك ومالحضاهش عن نهار تقريبا هذك نهار نيت كانوا في واحد الفيرما في مغدير هذه الحاجنية الفيرما الفواكه فيها واحد بيت خاصة غير بالماتريال في فاس منشاعر اي حاجة كتستعمل في الخدمة في الفيرما وهذك البيت مكيدخلوش لخدامة اللي كيدخل ليه هو هذك اناس وهذك الاخر اللي بحال طيقنا يقولنا هو هذك سوفيان خدامة جا وغي حلوه ويدخله ماك لقوش السيروت ماك لقوش السيروت المهم اللي ماك لقوش السيروت وماك إلا اناس ماك إلا هذك سوفيان اللي عندهم السيروت تعصلوا بالحاجة قالوا لي ودينا احنا بغينا الماتريال فلان فلان يبغينا باش نخدمه هنالفيرما ولكن البيت الخزين او البيت الماتريال مسدود قال لي هم السيروت عند من كين قالوا لي كين عند ولدك اناس وعند الاخر هذك سوفيان هذك الحاجة نيوي يقول لي هم صافي هرسوا هذا الباب ودخله خدوه اشنو اللي بغيتو صاف هذك شلي دانو الخدامة هرسوا الباب فارقعوه وندخله مالك يدخله اشنو كيلقاوه يلقاوه هذك اناس ود الحاج مقتول او مرميت اماية يعني مقتول سما في ذلك البيت وساد دين على البيت في السيروت وماشيين في حالاتهم هنا هذك الخدامة مليلقاوه هذك اناس مقتول باقي الطريقة تخلعوه علموا الحاج الحاج جا شاف على عينيه تخلع بقى كغوت على الجذرمية الجذرمية جاو شافوا هذك الجددير هذك اناس عين القادية اخذوا اي دالي المادة يقدر يعاونهم يوصلون الهد الجاني ألقاوه بانه مضرب بشي اهلا بحال ليس اهلا حالة وانما بحال شي مطاير قاعة او زرواط الحديد او شي ومضرب من اللور يعني الضربة الغدر واحد ضربه قتله تماما وخلاوه هرب ولكن المشكوك فيها رقم واحد هو هذك سوفيان هذك سوفيان هذك سوفيان هذك سوفيان ويبدأوا مع التحقيق وقالوا لي شوف بلا مدوخ علينا انت هيق هو المتهم الوحيد والأوحد في القادية هذه انت كانت علاقتك مع هذك اناس جد مقربة وانتم الوحيدين اللي عندكم السيروت هذك سوفيان هذك اناس مقتول وانت قلت لنا انا مضرب ضرباتي طوام موبيل بينما الطوام موبيل اللي لقيناها مرميه جمع طريق مقلوبة وهو يق في البيت اللي هي في الفيرما كذر سيليا عاود لنا الصراح رانته والمتهم واحد ربك انتشي واحد اخر هذك سوفيان هذك سوفيان صافي من شافراسه وانتشي 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 قرر يقول لهم الحقيقة ما هي الحقيقة قال لي مجرأي ترجعها هذك 25 عام قبل امتا؟ من اللي كنت انا كان يدويه هذك سوفيان كان مازال عنده تلسنين تقريبا كان تختوق عنده تقريبا هذك ساعة وحد 18 عام وكان والديه كان هما يناس فقارة وعلى قد الحال كانوا خدامي عندهم وكانوا خدامي عندهم وكانوا يعطينهم هذك الاغنام بشراعهم كانوا دين فيهم خير مسكنينهم ويعطينهم هذك الاغنام وهم هلين فيهم ومقابل انهم خدامي عندهم قال لي هذك اختي واحد نهار كانت كترعة كترعة الغنام في جنب الغابة هذك الساعة تقريبا عنده واحد عشرين عام كان مربي واحد كان يديع بيه عاجب وراسه وهذه الفترة اللي نعود لكم كان هذك الحاجة بأناس كان في غاية النفوذ كان عنده الفلوس وعده السلطة وكل شيء يخاف منه وكل شيء يدين لي حساب كان هذك الساعة هذك الساعة عنده عشرين عام كان خارج واحد نهار بواحد الكلب مربيه دينا له ذلك الكلب يدوره في الغابة هو يلقى اختي كانت كترعة الغنب كما قلت لكم كترعة الغنب ويشدها ويسكرفت علىها صحة ودار فيه هذا الشيء يريد من بعد هذك الساعة رجع عندها الحاجة وقال لي بينما اختي وقال لي مراود الحاجة بشكل لانية جدالية وجدالية وكذا 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 نعضو والدية ومشاو عجادة ودارو بيه شكاية مشاو عتاقلوه عتاقلوه شدو اقدموا المحكامة دارو لي هذك الاجتداء وكذا وكذا المهم غي دوس الحبس ولكن بواه بالنوفود دياله ومشاو ازور لي وحشة هادة ديل انه حمق انه مكعرفش شنو يدير انه مختل عقليا جابه من السبيطار بالرشوة هي هذك فجاة بالمحكامة هذ الواثقة اللي كتبت بانه مختل عقليا سقطاط المسؤولية الجنائية عليه وبالتالي خرج منه الحبس وحالوه الواحد السبيطار ديال الامراض العقلية والنفسية دوز سمه شي شهور اقلال وخرج من الحبس ومدوز لا حبس لوالو هنا منورة النازلة هذي الوالدين ديالي اختي وانا هجرنا من هذه المنطقة بعدنا منها كان هذه الساعة سوفيان عنده ثلث سنين ثلث سنين في عمره ولكن محده هو كي كبر ووالديه كي حضره على ايد النازلة محده هو كي كبر هو كي يسمع الحضرة محده كي كبر وكي يسمع الواقع وعرف بأن هذه الحاجة تستخدم من وفود دياله وخرج والده براءة وتعدده على أختي اللي كانت هذه الساعة عندها 17 عام او 18 عام وقال لي قررت هذه الساعة انني انتاقم اليوم الغداء سوى منه او من بواء او من الموغ المهم ما نخليه فيهم المهم هذي سوفيان هذا من اللي دار هذه الثلاثة 28 عام لانتاقم من هذا وقال لي الخطة الوحيدة هي انه سيقلب على خدمة فعلا نتاقم مع الضوء في الفرمة وقال لي تكسب الطاقة وتقرب له وقال لي انه انسان مؤداب ويعرف اخدام ومشتهد وكذا وكذا لانتاقم اليوم ولا يعوى عليه في اي حاجة نقال لي النهار للجريمة نقال لي انا موال فكنا نمشي مع ذك اناس كمشي يمشير السماد الشجر الفواقه هذا النهار نقال لي ونجنوا وعدنا للجريمة ونقال لي لانتاقم الي اناس كمشي يمشي في الشمش. يعني من كائنا الشمش لا يريد أن نفعله. نستطيع أن نفعله ونطلعه ونفعله في هذا الشجر لأنه إذا ضربت في الشمش لا يريد أن يعطي المفعول له. هذا الشيء لماذا أعطلته؟ أنا أريد أن أعطله لكي يبقى معي في هذا الفيرمات التالي الليل يمشون خدامه في حالته. هذا الشيء يبقى معه ودخلوا لهذا البيت لأنه يطلقى مقتول هذا الناس. لها ما هو يتيق فيه. لم تتقل لي أي شيء أو أي شيء. هذا الناس يجب أن يقلب على هذا الناس. الآخر يجب أن يطلقه ويضربه على العرص. ضعف ضعف ضعف. ضعف ضربات لا يفهم فيه. طيحه تم الكعو وزاد كمع عليه لكي يتأكد أنه مات. خرج من هذا البيت اللي في الماتريال وخلها مرميت من ماء. وصورت بالسالوت ومشار ركب للطانوبيل للأنس. بقوة هذه الخلعة يجب أن يكسيري ومضماري بسرعة كبيرة. فات الفيلاج ويقلب الطانوبيل للقلبات بيه. ويطيح جنبه القندرة الماء. كان ضرب كثيرا في السوفيان. ضرب كامل جهزة ديال والعامر دمائيات. وما قادرش أنه يتحرك. وخافهم لا يعيقوا بي أو لش حاجة. قرر أنه يتخبع لشي ناس الماء. هي هذي كبقى قادمة صعوبة صعوبة. اللي حتلقى واحد الدار دي لواحد الناس. وقال لهم أنا ضربتني وضعهم بيه. لعفكم إلا ما دخلوني وداويوني. السبيطة الرابعية لذلك. دخلوه في الناس. وقال مع رأسه غير نولي شوية بخير. ونخرج نهرب في حالتي. ولكن ما كانش حاسب بأن ذلك المرأة. ستتبلغ جهة دارمية على شيء واحد جاء عندهم. وكتخلي المسؤولية لها منه. هي تاجه جهة دارمية وشده بطريقة هذه. هنا يسوفيان قدموه جهة دارمية للمحكامة. بطلقات العمل مع سابق الإسرار وترصد. وتحكم عليه بالإعدام. وهو انتاقم شارف خطول ولكن تحكم عليه بالإعدام. شارف خطول كان ضاع بسبب النفوذ والسلطة دي البواه. ولكن هو ضيع عليه عمره. يعني ضيع عليه حياته كاملة صفة نهائية. وهو كيقول هاد سوفيان أنه مكيهموش الإعدام. مادام تاقم هادك السيد اللي تعدى لي الأخطوة. وحد اللحظة من اللحظات. وهالعائلة كاملة وتعدى عليهم. وكرفصها وضي على حياتها. وهذه الحلقة ديالنا اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.